هو كان سبب كبير في محبة الجمهور وفي ثقة الجمهور وفي تمييزي عند الجمهور لأنه اللون ده مش سهل حد يتميز فيه وينجح فيه فكون إن حد ينجح ويتميز ويقدر يبقى هو موصل جيد لتاريخ أجيال كتير ما سمعتوش وما عاشتوش يوصلوهم التاريخ ده ويحبوه ويسقوا فيه ويبتدوا يرجعوا يسمعوا الحاجات اللي هم ما عصروش زمنها ده يعني ده نجاح كبير فأنا شايفة إن هي كانت سبب ثقة الناس فيه وسبب حبهم ليه يعني علمتني برضو حاجات كتير يعني هي اللي خلت صوتي عنده الشكل ده وعنده القدرات دي وعنده الإمكانيات دي فأنا بحبها جدا جدا ولكن في الآخر وفي الأول يعني هو إحنا برضو ما بنقلدهاش إحنا بنقلدها يعني بنقولها بشكلنا بطريقتنا بشخصيتي المتوضع جدا جنبها يعني فببقى فرحانة لما ناس تيجي تقولي أنا عمري ما كنت بسمعها لإن أنا ما تربيتش في زمنها وما كنتش موجودة أصلا في الزمن ده وابتديت أسمعها بعد ما سمعتك فده نجاح أنا عارفت أوصل تاريخ كبير جدا جدا من الفن صعب يتكرر تاني لأجيال ما ما سمعتوش وأنا كمان على المستوى الشخصي بحب الشكل ده وبحب اللون ده أم كلسوم وكل الزمن يعني كل العمال قبطعنا بحبهم فدايما بقول إنه حتى لو عندي ملايين من الأغاني الخاصة وتاريخي أنا الشخصي إن شاء الله برضو هفضل بغني لهم يعني مش هبطة لغني للناس دي يمكن علشان أنا الحمد لله طول عمري ماشي ستريت قوي وما عنديش مشاكل في أي اتجاه فببقى شايفانه مفيد هم بيحاولوا يصلحوا مصار يمكن أخد اتجاه معاكس شوية وبيحاولوا يخلي كل حاجة مظبوطة يعني يرجعوا الناس تاني لشكل معين يبقى فيه لتزام أكتر يعني إحنا زمان لازم قبل ما كن عضوة نقابة لازم أطلع بتصريح من النقابة إنه نقدر أجني بعدين بقيت عضوة في النقابة فالكرنيدة لازم كل سنة يتجدد علشان تثبت إن انت عضو نقابة المهنة الموسيقية دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة فأنا شايفة إنه هم بيحاولوا يزبطوا مسارات كتير ممكن تكون تلخبطت مش كل السور اللي بتتنقل بتكون مظبوطة برضو لأنه في وسائل كتير بتنقل بس النقطة اللي فيها مشكلة وتبتدي تبروزها فالناس تفهم حاجة غير المقصودة لكن أنا شايفة إنه هم بيعملوا للمصلحة ولأنه كل حاجة تبقى ماشية مظبوط وما فيهاش خلل ما فيهاش مشاكل يعني ما بحبش يكون علي أي لود إداري ومسؤول والحكيفان مسئوليتي عن جمهور كبير بقى فقدامه ببقى حاسة إن أنا طلع مسئولة عن الناس دي إنها هتطلع مبسوطة وطلع مسئولة عن الأداء اللي هقدي الشكل اللي هيتطلع للناس دي مسئوليات كبيرة قوي وصعبة فمسئولية حاجات تانية دي أنا ما حبش أبقى مسئولة عن أشخاص بتشتغل تحت إدارة مثلا إدارة أو أخد قرار يظلم بني قدمين أنا ما قدرش أو يفيد أو أو لا أنا ما بحبش أحط نفسي في الحدد دي دي المسئولية الأهم مسئوليتي عن ولادي دي دي كفاية يعني دي كفاية لا بس بحاول أركز إنه الأغاني ما تكونش هي هي نفس الأغاني لأن الجمهور لما بيحب حاجة من يعني سمعها مني بيبقى عايز يسمعها لطول فأنا بحاول أقول له حاجات من اللي هو بيحبها قوي وعايز يسمعها طول الوقت وغير شوية إن أنا بتدي أدخل حاجات تانية أصعب خصوصا مثلا حفل جدة ده لقى لي الفنون الخالدة يعني الكلاسيكيات فبحاول أدخل أغنية أغنيتين يكونوا مش فودان الناس أو مش سمعينهم أوي في وسط الأغاني اللي دايما بيبقى مطلوبة طول الوقت والمرة اللي بعدها بلاقي إن هما بيطلبوا مني الصعب اللي أنا دخلت قولهم يعني بحاول أدرج لهم الموضوع واحدة واحدة وببقى متحمسة لمقابلتهم لأنه هما دايما بيكونوا منتظرين الحفل ده وفرحانين به وبيبقى عندي دايما القلق بتاع إنه هو اللي جاي هيبقى عامل إزاي يعني اللي فات كان حلوة وناجح قوي الحمد لله فلازم اللي جاي يبقى على الأقل زيه يا أحسن فدي برضو مسؤولية تقيلة فبدعي ربنا إن أنا دايما أكون عند ثقاتهم يعني الجديد الفترة الجاية يعني فيه كم حاجة كده بنشتغل عليها منهم واحدة إن شاء الله بنزبط بس إن إحنا نعرف إمتى نقدر ننزلها في توقيت مناسب هي أغنية اسمها ليه؟ من كلمات الشعر الجميل خالد أمين وألحان الموسيقار الجميل يعني والصديق العزيز محمد رحيم توزيع أحمد عبدالسلام دي جاهزة بس بندرس كده نشوف إمتى نقدر ننزلها وفيه أغنيتين تانيين بعدها لسه ما يعني ما نفذناش فيهم حاجة فهخليهم لوقتهم نصرح عن الأسامي بتاعتهم إن شاء الله اشتركوا في القناة